بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فعلي قراءة لأرجوزة فيها فوائد وقواعد تتعلق بأسماء الله الحسن على ما في كتاب القواعد المثلى في الصفات الله وأسماء الحسن العلمة بن عثيمين رحمه الله تعالى من نظم الشيخة الكريمة والعالمة الجليلة كاملة الكوار نفع الله بها بسم الله الرحمن الرحيم الإهداء مني سلام طيب مبارك ورحمة من ربنا تبارك لحضرة الشيخ الكريم الصالحي المتقي محمد بن صالحي وبعد ذي حاشية أدعوها هدية لكم لتقبلوها عفزني لفعلها أسباب لمثلها اللبيب لا يرتاب فأولا رأيتني في النوم جالسة مع كرام القوم أنت وأحمد الإمام الأورع وشيخ الإسلام فنعم المجمع فقدم الإمام في البداية لك التي سميتها البداية فبادر الشيخ ابن تيمية لك فسبق الإمام ثم نحلك حاشية هذه على القواعد ثم تناداني مناد صاعد يقول هذه رفعة في العاجل لك وأيضا رفعة في الآجل أو لك الشيخ يعني يقول هذه رفعة في العاجل لك وأيضا رفعة في الآجل وثانيا كون الكتاب متنى يحتاج للشرح فيجل معنا كما ذكرت ذاك لي في الهاتف وهو جلي للنبي العارف وثالثا إني أحبك كما أحب جهدك الذي قد عظم فاقبل هديتي وقوم الخطاء مني وادع لي بتثبيت الخطاء هذا وإني كنت في الأساس أخشى مخالطة كل الناس وأرغب العزلة عنهم قاطعة وإنني أحزنني من استخف بالعلم أو بأهله أولي الشرف ولا يفي بقدرهم وأشفق عليه إذ تفكيرهم ممزقون ولو درى فضل العلوم قطعا لكان سباقا إليها يسعى وكنت أعجب من الذي يرى هذا الطريق للنساء أو عراء ولا كفاءة لديهن على طلبي ونحو ذلك ألا يذكر ما عليه نسوة السلف من التقات والعلوم والشرف لكنه دفعني لطلبه والاختلاط بالذي يهتم به وحمله ودعوة الناس إلى تعليمه ونشره بين الملاء نصيحة منك أتت مباركة وإني لست لها بتاركة ثانيا الأسماء الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الحليم العالم العليم أنت الحفيظ الحافظ الأعلى العلي أنت الملك المولى الولي الأكرم الكريم والرزاق والبارئ الخالق والخلاق القادر المقتدر القدير المؤمن السميع والبصير يا حي يا قيوم يا وهاب يا بر يا لطيف يا تواب أنت العفو الشاكر الشكور الطيب الغفار والغفور أنت المتين القاهر القهار أنت الكبير الواسع الجبار والمتكبر السلام والحميد والمتعالي والمحيط والشهيد والحكم الحكيم والحسيب والحق والمقيت والرقيب والأحد القدوس والخفير والواحد السبح والنصير والأول العظيم والقوي والآخر المبين والغني والظاهر الإله والحفي والباطل الأدود والحي والباسط المنان والمصور والقابض المقدم المؤخر والوارث الفتاح والمهيمن أنت العزيز والمجيد المحسن والشاف والرفيق والوكيل والمعط والجواد والجميل أنت القريب والمجيب الصمد والوتر والرب الروف السيد ندعوك ربي بالأسام الحسن وما حوته من جمال المعنى لتعطي أن أكمل المرامي والتمحو عنا جملة الآثامي ورقنا في درجات الخير وجنبنا دركات الضيري ثالثا قواعد الأسماء الحمد لله العلي الحي ثم صلاة على النبي وبعد ذي قواعد الأسماء نظمتها في ذائه الإنشاء حاشية لغة ذائه لغة في اسم الإشارة كما يشرح الأشموني المطبوع مع حاشية الصبان انتهت القاعدة الأولى أسماؤه حسنى لأن تضمنت أسماؤه حسنى لأن تضمنت صفاته التي علتها كمولت لا نقص فيها يخرم الكمال لله تقديرا أو احتمالا القاعدة الثانية وهي أعلام على اعتبار أن دلت على الذات وأوصاف تعن له على اعتبار ما تدل عليه من معنى لا يجل وباعتبار الأول قد ترادفت وباعتبار الثاني قد تخالفت حاشية الأول برامل همزة وتجديد اللام بمعنى الأول كما في القاموس مادة ألالا انتهت القاعدة الثالثة واسمون على وصف تعدى دل مشتمل على أمور تجلى ثبوته مع ثبوت الصفة مع ثبوت حكمها في الشرعة وإن على وصف لزومي يدل فهو على غير الأخير مشتمل القاعدة الرابعة دلالة الأسماء على ذات الغني أو صفته تكون بالتضمن وبالتطابق والالتزام واضحة في سائر الأسام القاعدة الخمسة أسماؤه موقوفة للنقل فلا مجال كائن للعقل القاعدة السادسة أسماء سبحانه لم تكن محصورة بعدد معين القاعدة السابعة للحاد في الأسماء ميل عم يجب وهو للحرام ينم وهو أنواع قد ابتدعها طوائف الزيغ ومن تبعها طوائف الزيغ ومن تبعها القاعدة الثامنة الأسماء إذا من صفة واحدة تشتق كالعلو أو كالقدرة أو تشتق كالعلو أو كالقدرة فلا تعد كلها اسما واحدا بل كل صيغة بل كل صيغة بل كل صيغة اسما متحدا هكذا في المطبوع بل كل صيغة اسما متحدا فيه كسر لأن فيه سقط القاعدة التاسعة مقترن الأسماء ما ليس يصح إطلاقه دون القرين المتضح القاعدة العاشرة يجوز الإخبار عن الله بكل ما لانتقاص فيك القديم جل القاعدة الحادية عشرة أسماءه قديمة كذاته سبحانه لبعض مخلوقاته القاعدة الثانية عشرة وبعضها دل على أكثر من وصف مثال الحكيم ففهما القاعدة الثالثة عشرة أسماءه مختصة به ولا يعني اتفاق في السماء تماثلا سقطت لا من هذه المطبوع والسماء الأسماء مسميات تلكم الأسماء وذاك أيضا في الصفات جاء هنا يعني اتفاق في السماء أسماء مختصة به ولا يعني اتفاق في السماء تماثلا مسميات تلكم الأسماء وذاك أيضا في الصفات جاء رابعا قاعدة الصفات وهذه قواعد الصفات نظمتها في هذه الأبيات القاعدة الأولى صفاته في غاية الكمال لا نقص فيها أبدا بحالي القاعدة الثانية باب صفاته تعالى أوسع من باب الأسماء فلا تبتدعوا القاعدة الثالثة وهي ثبوتية أو سلبية أما ثبوتية العلية فهي صفات للكمال كل لا نقص فيها فتعالى جلا أما التي للسلب منها تسند فهي صفات قد نفاها الصمد القاعدة الرابعة أما صفات ثبوتية جل فهي على الكمال والمتح تدل فكلما كثرت وتنوعت دلالة لها ومهما اتسعت ظهر من كمال من بها وصف ما هو أكثر من الذي عرف القاعدة الخامسة وإي ذاتية أو فعلية أما صفات ربنا الذاتية فلم يزلوا بها اتصاف والخبرية لها تنظاف أما التي بالفعل منها تلحق فبالمشيئة لها تعلق القاعدة السادسة يلزم في إثباتنا كل صفة أن تطهر تهور المعرفة عن حومة التكيف والتمثيل كما تخلينا عن التعطيل القاعدة السابعة صفاته مقوفة للنقل فلا مجال كائن للعقل خامسا قاعد أدلة الأسماء وصفات وديق وعد في الاستدلال على أسامي وصفات الوالي القاعدة الأولى طريقة استدلال سائر السلف عليهم الوحي فقط فلا تحيف القاعدة الثانية يجرى نصوص الوحي بالظواهر إلا لصارف سديد ظاهر بدون تحريف الولاء الحادي أحرى نصوص في صفات الهادي جل وعلا القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة ظواهر النصوص في الصفات هي لنا معلومة المعنات مجهولة كيفا وجاء ذلك عن جلة أئمة كمالك رحمه الله القاعدة الرابعة ظاهر نص وما يبتدر الذين منه من معان تذكر مختلف بحسب السياق وحسب الكلام في المساق خاتمة أصيكم بحفظ ذي الأسماء وبالدعى بها والالتجاء فإنه فيها اسمه العظيم وفضله لكلنا معلوم وأن تحيط هذه القواعد حفظا وفهما فبها فوائد ستجدون تساعد الخلف أن يفهم الوحي كفهمه السلاف رحمه صلى الله عليه وسلم وبرك عن أبي محمد بعدد خلقك ولدى نفسك ودى نتعارشك ومدى ذلك أمتك الله نجي من كل ضيق فأنت إلى هنا مولى الجميع وهاب لي في المدية المستقرة ونسقا ثم دافنا في البقية وفي لي ولوالديا والمشايخ المسلمين آمين